في مسألة وعي نبقى مع سؤال أخلال أيضا بما أننا في التفسير معنا في موسى عليه السلام معي في موسى عليه السلام و معنا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في حالثة الهجرة لما قال ربنا تبارك وتعالى حاكي يما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا فالسياق هو سياق طمأنة لصاحبه أبي بكر الصديق و هما في الغار و أن معية الله عز وجل كائنة حالة بهم في هجرتهم تلك و هما في الغار و قبل أن يصلا إلى الغار و إلى أن يصلا إلى مهجرهم إلى المدينة المنورة إن الله معنا ففيها تطمين و تبشير و تذكير لصاحبه و فيها تعظيم لله تبارك و تعالى و تعظيم لهذا المقام أما في قصة موسى عليه السلام لأن أصحابه شارفوا على الياس قال أصحاب موسى إنا لمدركون الآن هذا القول من أصحابه المؤمنين الذين معه قال كلا إن معي ربي سيهدين فهو يريد أن يريهم من نفسه صدق ما وعده به ربه تبارك و تعالى من تنجيته و من معه من المؤمنين و لذلك قال إن معي ربي سيهدين ليبعث فيهم القدوة ليريهم من نفسه أنه موعود بنصر من الله تبارك و تعالى إنهم استجابوا له و أطاعوه و ساروا معه فهذا هو الفارق بين الموقفين و الله تعالى